السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مع عزائي الطلاب والطالبات في إكمالنا لدرس الاحتمال باستعمال التباديل والتوافيق تعرفنا في حلقتين سابقتين على مفهوم الاحتمال باستعمال المضروب و باستعمال التباديل والتباديل مع التكرار واليوم لنا موعد أيضاً مع نوع جديد من انواع التباديل اللي هو التباديل الدائري والحديث أيضاً بقية في درس قادم نتمنى لكم دائماً وأبداً متابعة ممتعة دعونا نتعرف على محاور هذا الدرس والأشياء اللي احنا تعرفنا عليها احنا في الدروس السابقة تعرفنا على اللي هو الاحتمال وتبديل إن من العناصر اللي هو باستخدام المضروب وتعرفنا على الاحتمال باستعمال التباديل وتعرفنا على الاحتمال باستعمال التباديل مع التكرار واليوم إن شاء الله حنتعلم اللي هو الاحتمال والتبديلات الدائرية إن شاء الله في درس اليوم ويتبقى لدينا إن شاء الله للدرس القادم نتركه بإذن الله تعالى في الدرس القادم للاحتمال مع التوافق دعونا نبدأ نتذكر علق البعض الأشياء بشكل سريع نراجعها التي نحن تعلمناها أخذنا هذا المثال في فقرة لماذا؟ أنه إذا كان عندك أربع أشخاص وتريد أنك ترتبهم فإذا كنت تريد أن تأخذ جميع العناصر فنستخدم المضروب إذا أنت تريد أن ترتب جميع العناصر فنستخدم المضروب ففي هذا المثال قلنا أنه عندي أنا أربعة أماكن بهذا الشكل هنا أربعة ثلاثة أثنين واحد في المكان الأول عندي أربعة خيارات في المكان الثاني عندي ثلاث خيارات وفي المكان الثالث عندي خيارين وفي المكان الرابع عندي خيار واحد وبالتالي يكون عندك أربعة وعشرين خيار ممكن وهذا هو تعريف مضروب العدد الذي اتفقنا عليه فقلنا أن المضروب مثل ما أقول لك أبغى مضروب السبعة أو سبعة فكتوريا فأنت تقول سبعة في ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في أثنين في واحد دائما تبدأ من السبعة وتنزل إلى الواحد تنازليا حتى تصل إلى العدد واحد بهذه الصورة بعد ذلك تعرفنا على مفهوم التباديل وقلنا أن إذا كنت أريد أخذ فقط آر عنصر من أصل إن يعني أريد أن أرتب ما أبغى رتب الإن كلهم وأنما أختار منهم زي سؤال مجلس الإدارة اللي كان فيه عشر أشخاص كنت أبغى ثلاثة واحد يصير رئيس وواحد يصير أمين وواحد يصير نائب قلنا نستخدم التباديل لنقول عشر بي ثلاثة بهذه الصورة وبالتالي أقول والله بالنسبة للرئيس أنا عندي عشر خيارات إذا اخترت واحد رئيس يبقى لك تسع خيارات للنائب ثم ثم ثمانية خيارات لأمين السر وبالتالي يكون الناتج سبعمية وعشرين وبهذه الطريقة نحسب اللي هو التباديل لو قلنا مثلا ثمانية بي ثنين هذه كم تساوي قلنا حناخذ خانتين فقط ابتداء من الثمانية فناخذ ثمانية في سبعة ويطلع الناتج ساوي ستة وخمسين ولو قلنا مثلا أنه عندي مثلا عشرة بي مثلا أخذنا عشرة حنناخذ مثال ثاني لو قلنا مثلا ستة مثلا بي ثلاثة فإحنا بنقول بناخد ستة في خمسة في أربعة دائما العدد اللي يكون بعد البي يمثل عدد الخانات والعدد اللي قبلها يكون يمثل العدد اللي نبدأ منه الحساب فبالتالي نقول ستة في خمسة في أربعة هيصير الجواب مائة وعشرين بهذه الصورة الآن كذلك ختمنا درسنا السابق بأخذ التباديل مع التكرار وتذكرون السؤال اللي كان فيه كلمة ماليزيا مثلا ماليزيا بهذا الشككة في سبعة حروف وقلنا أنه في عندي تكرارات بالنسبة الحرف الألف تكرر مرتين فقسمنا على ثنين فكتوريا والحرف يا تكرر مرتين فنقسم على ثنين فكتوريا ونحسب الناتج بناء على هذه الأعداد وراح نشوف أمثلة أيضا إن شاء الله في الدرس القادم هنأخذ بعض الأسئلة الإضافية اليوم إن شاء الله هنبدأ بالنوع الجديد من أنواع التباديل اللي هو التباديل الدائرية التباديل الدائرية ما الفرق بين التباديل الخطية اللي تعلمناها في الدرس السابق والتباديل الدائرية في التباديل الخطية عندي مثلا هذا الشيف مثلا عنده كاري وفلفل وملح وزنجبيل وكمون بإمكاننا أن يرتبها بأكثر من طريقة فنلاحظ أن هذه الطريقة تختلف عن هذه الطريقة إذا كان التباديل تباديل خطي ولكن إذا كان التباديل دائري فبالتالي ما يفرق معي هذا الترتيب من هذا الترتيب لأنه فقط دور الصحن دور الصحن كذا وبالتالي ما يختلف الترتيب الأول عن الترتيب الثاني إذن دائما في التباديل الدائري يتسم سؤال التباديل الدائري إن ما في نقطة بداية ولا في نقطة نهاية على عكس التباديل الخطي التباديل الخطي إذا تذكرون سؤال الذي كانوا يصورون في واحد يمين هو الذي نبدأ فيه يسار في النصف يعني متتالين فبالتالي عندي نقطة بداية وعندي نقطة نهاية بينما في التباديل الدائري لا يوجد لدي نقطة بداية ولا يوجد لدي نقطة نهاية فبالتالي هنا لا أستطيع أن أحدد نقطة البداية فبالتالي نلاحظ أنه سيكون عندك تكرار في عدد العناصر يعني سيكون عندك تكرار فهذه الحالة هي نفس هذه الحالة الكمون يجي بعدها الكاري ويجي بعدها الفلفل ويجي بعدها الملح ويجي بعدها الزنجبيل بس واحد الله هدي لف لنا الصحن شوي وبالتالي هو ما اختلف ترتيب العناصر وإنما فقط واحد لف الصحن شوي كذا وبالتالي يعني هي نفس الحالة ولكن قد تعرض بأكثر من طريقة واحدة الآن أيها الأخوة الكرام كيف نحسب الاحتمال الدائري يقول لك إذا كان عندك احتمال دائري ليس له نقطة مرجعية يعني ليس له بداية ليس له بداية فإنني أنقص عدد العناصر واحد أنقص عدد العناصر واحد وآخذ المضروب يعني رح يصير عندك الجواب إن ناقص واحد فكتوريا يعني لو كان عندك أنت مثلا خمسة أشخاص جاسين على طاولة دائرية لمن أجي أرتبهم طالما ما في بداية ولا في نهاية إذن رح أقول أن عدد طرق ترتيبهم حيكون خمسة ناقص واحد فكتوريا يعني أربعة فكتوريا بهذا الشكل إذن إذا كان التباديل دائري وليس له بداية وليس له نقطة مرجعية ممكن أني أبدأ منها محددة في السؤال إذن رح يكون عدد طرق ترتيب العناصر هو إن ناقص واحد فكتوريا مثل ما هو موجود أمامنا في السؤال أما إذا حدد لنقطة مرجعية قالك والله في نقطة مرجعية قالك ترى الأول جالس جنب الشباك أو قالك الأول هو اللي بيحاسب أو أعطاك أي نقطة مرجعية فبالتالي خلاص طالما نحدد لك نقطة بداية يتحول السؤال من تباديل دائري إلى تباديل خطي ونحسب بإن فكتوريا طبيعي إذن إذا ما كان فيه نقطة مرجعية أنا أحتاج أني أحدد نقطة مرجعية وبالتالي ينقص العدد واحد ينقص العدد واحد لكن إذا فيه عندي نقطة مرجعية في السؤال إذن رح يكون عدد العناصر هو إن فكتوريا بهذه الطريقة راح نشوفه الآن في المثال رقم أربعة وفي تحقق من فهمك نفرق بين حالة النقطة المرجعية وحالة عدم وجود النقطة المرجعية ورح نطبق عليه هذا الكلام يلا نشوف مع بعض المثال رقم أربعة اللي يقول الاحتمال والتبادير الدائرية أوجد الاحتمالات الآتية وبرر إجابتك زينة إذا رتبت ست نماذج لعب صغيرة في سوار عشوائيا فمحتمال ظهورها كما في الشكل المجاور أول شي لاحظ أن العناصر هذه مختلفة يعني هي صح يمكن تشابه في الشكل ولكن مختلفة في اللون فبالتالي هي تعتبر عناصر مختلفة ورتبت بشكل دائري رتبت بشكل دائري وين البداية وين النهاية هنا لا يوجد بداية أو لا يوجد ما يدل على البداية ولا يوجد ما يدل على النهاية فبالتالي رح نقول هنا أن هنا لا يوجد نقطة مرجعية إذن هنا نقول أن هذا تباديل دائري تباديل دائري سؤال تباديل دائري وبالتالي كما أنا عندي عنصر والله أنا عندي ستة أناصر إذن عدد عناصر فضاء العينة فضاء العينة حيكون عدد العناصر هو عبارة عن 6 ناقص 1 فكتوريا 6 ناقص 1 يعني كم؟ يعني 5 فكتوريا يعني 5 في 4 في 3 في 2 في 1 اللي هي بتعطيني كم؟ بتعطيني 120 بتعطيني 120 بهذا الشكل هذه هي عدد عناصر فضاء العينة طيب عناصر الحادثة كم أعطاك السوارة هنا أو شكل من الشكل السوارة الموجودة أعطاك شكل واحد فقط يعني ما عندي إلا هذه السوارة الموجودة قدامي وبالتالي سيكون الاحتمال يساوي كم؟ حيساوي واحد من أصل 120 والسبب في ذلك مثل ما ذكرنا أنه السوارة الموجودة ليس لها بداية وليس لها نهاية فأنا لو لبست السوارة ولفت فبالتالي بأي مكان فبالتالي ما هي مثلا مثل الساعة يكون مثلا وجه الساعة هو على مثلا نقطة بداية لا لسوارة دائما ممكن تلف وبالتالي تبقى بنفس الترتيب وبالتالي لا بد أني أنا أحدد نقطة مرجعية حيث أني أنقص واحد أنقص واحد فيصر ستة ناقص واحد فكتوريا كذا يكون أوجدتنا عدد عناصر فضاء العينة نشوف الفقرة به مع بعضنا البعض يلا طعام جلس أربع أشخاص في مطعم حول من ضد دائرية الشكل وكان أحد المقاعد بجوار النافذة هذا وش يا جماعة الخير هذه نسميها نقطة مرجعية نقطة مرجعية اللي هو أعطاك حدد لك واحد من العناصر حدد لك واحد من العناصر ممكن أن أنت تبدأ فيه فقالك إذا جلس الأشخاص بشكل عشوائي فما احتمال أن يجلس الشخص الذي سيدفع الفاتورة الطعام بجوار النافذة طبعا الآن لو جيتنا شفت فضاء العينة هل هذا يعتبر تباديل دائري طبعا هذا يعتبر تباديل دائري مع نقطة مرجعية وبالتالي يكون الجواب حقه إن فكتوريا ما نقص واحد لأنه عندي نقطة مرجعية وبالتالي يكون أربعة فكتوريا اللي هي بتصير كم؟ اللي هي بتصير أربعة في ثلاثة في أثنين في واحد وبالتالي هيكون عندك أربعة وعشرين خيار ممكن بالنسبة لفضاء العينة طيب عدد عناصر الحادثة عدد عناصر الحادثة الآن قالك محتمال قلنا دائما نركز على كلمة محتمال أن يجلس الشخص الذي سيدفع فاتورة الطعام بجوار النافذة أفترض أنت هذه المنضدة وهذه النافذة وهنا جلس الشخص طيب كم بقالك عنصر؟ بقالك ثلاثة عناصر تبغى ترتبهم صح أو لا؟ فأنت الثلاثة هذولي ممكن ترتبهم بأي طريقة كانت وبالتالي حيكون عدد الطرق الممكنة هو ثلاثة فيكتوريا فيصير ثلاثة في أثنين في واحد اللي هي بتصير كم؟ بتصير ستة وبالتالي حيكون الاحتمال يساوي كم؟ يساوي ستة من أصل أربعة وعشرين ستة من أصل أربعة وعشرين اللي هي تساوي إيش؟ تساوي ربع وهذا الخيار منطقي يا جماعة الخير أن الجواب بيكون ربع يعني إحنا أربعة أشخاص ما احتمال أن اللي بيدفع الفاتورة هو اللي عند النافذة ما هو الثاني ولا الثالث ولا الرابع لاحتمال ربع لأنه هما أربعة فواحد منهم حيدفع الفاتورة فاللي جالس عند النافذة هذا احتمال أنه اللي يدفع ربع واللي جنبه احتمال أن يدفع ربع واللي جنبه احتمال أن يدفع ربع واللي جنبه احتمال أن يدفع ربع ولكن لاحظوا إحنا يعني ممكن نحلل السؤال المنطقية نوصل لإجابة بشكل سريع ولكن لاحظ أيضا أننا حللنا السؤال باستخدام التباديل الدائري مع النقطة المرجعية أوجدنا عناصر فضاء العينة وأوجدنا عدد عناصر الحادثة وصلنا إلى نفس النتيجة الجميلة ما رأيكم نشوف أسئلة تحقق من فهمك؟ يلا نبدأ بالسؤال 4A قال كذا رتبت خمس بطاقات مسجل عليها الأسماء الخمسة حسن ومحمد وأحمد وسالم وسعود على منضدة دائرية عشوائيا هل في نقطة مرجعية هنا؟ إذن هنا هذا نقول عنه أنه تباديل دائري بدون نقطة مرجعية لازم تتحدد الحالة التي تقعد تعمل عليها وبالتالي نقول عناصر فضاء العينة عناصر فضاء العينة هيكون عبارة عن N-1 فكتوريا طيب هم كم شخص؟ هم خمسة فبالتالي يقول خمسة ناقص واحد فكتوريا اللي هي بتصير أربعة فكتوريا اللي هي حسبناها أكثر من ممرة أنها تساوي أربعة وعشرين قال لكم احتمال ظهورها كما في الشكل الشكل المجاور هذا حالة واحدة فقط إذن عناصر الحادثة هو شكل واحد من أصل أربعة وعشرين شكل وبالتالي حيكون الاحتمال يساوي كم؟ الاحتمال حيساوي واحد من أصل أربعة وعشرين بهذه الطريقة نشوف تحقق مفهمك أربعة بيه يقولك تجمع فريق كرة قدم مكون من 11 لاعب على شكل حلقة دائرية طبعا يتشاورون قبل بداية المباراة إذا وقف حكم المباراة تماما خلف أحدهم هذه وش سميها؟ سميها نقطة مرجعية فهذا يعتبر تباديل دائري مع نقطة مرجعية واللي مع نقطة مرجعية عاملة زي ما عامل التباديل الخطي الطبيعي البسيط وبالتالي راح يكون عدد عناصر فضاء العينة عندك أنت 11 أو نقول N فكتوريا اللي هي 11 فكتوريا 11 فكتوريا بتركها بحسبها بعد شوية لكن خلونا نشوف الآن اللي هو الحالة الخاصة اللي هو عدد عناصر عناصر الحادثة وش الحادثة؟ قال لي محتمال محتمال وين كلمة محتمال؟ قال لك هذه محتمال محتمال وقوف الحكم خلف حارس المرمى الآن الحارس المرمى جاء الحكم ووقف خلف حارس المرمى كذا حارس المرمى خلاص راح علي إذن كم بقى للاعب الآن ممكن أنا أرتبهم؟ يبقى لك عشر لعبين تستطيع ترتيبهم يبقى لك عشر لعبين تستطيع يعني أنك ترتبهم أما حارس المرمى خلاص الحكم واقف وراه يقدر يتحرك ولا بيعطيه كرتاء أحمر صح؟ وبالتالي نقول إحنا بنرتب العشر لعبين المتبقين وبالتالي حيكون عدد عناصر الحادثة يساوي كم؟ حيساوي عشرة فكتوريا عشرة فكتوريا بهذا الشكل وبالتالي حيكون عندك الاحتمال يساوي عشرة فكتوريا على 11 فكتوريا بهذا الشكل طبعا العشرة فكتوريا كما هي 11 فكتوريا هي 11 في 10 في 9 في 8 اللي هي عشرة فكتوريا وبالتالي ممكن نختصر إحنا العشرة فكتوريا مع العشرة فكتوريا يبقى لنا 1 ويصبح الناتج النهائي يساوي كم؟ يساوي 1 على 11 وهذا الجواب المنطقي لأنه لو أنا الحكم وجيت لعبين وهم سوين حلقة احتمال أني أقف خلف حارس المرمى هو خيار واحد من أصل 11 لاعب فبالتالي هيكون الاحتمال واحد من أصل 11 بهذه الطريقة ممكن واحد من 11 يوقف وراء الحارس واحد على 11 يوقف وراء المدافع الأيسر واحد على 11 يوقف وراء الهجوم وهكذا كل لاعب له فرصة واحد على 11 واللاعبين كلهم مع بعض 11 على 11 لأنه كلهم 11 لاعب إن شاء الله تكون فكرة التباديل وضحت بالنسبة لنا وعرفنا نفرق بين التباديل الدائري مع النقطة المرجعية وبدون النقطة المرجعية إذا ما عندي نقطة مرجعية راح نقص واحد من حساب المضروب أما إذا كان في عندي نقطة مرجعية فسوف أجعله مثل التباديل الخطي أتركه كما هو وأحسب الان فكتوريا بصورتها الطبيعية بذلك أيها الأخوة الكرام يعني نكون انتهينا من حديثنا في موضوع اليوم ولكن نحب نأخذ أيضا أسئلة تأكد ونشوف هذا المثال قالك في معمل الكيميا طلب إليك اختبار ست عينات رتبت عشوائيا على منضدة دائرية ما احتمال أن تقوم بالترتيب في الشكل المجاور طبعا ما أعطاني نقطة مرجعية هنا إذن هنا السؤال هذا بدون نقطة مرجعية لاحظ أن عدد عناصر فضاء العين حيكون عبارة عن كم عبارة عن ستة ناقص واحد فكتوريا يعني خمسة فكتوريا اللي هي بتعطيني مية وعشرين بهذا الشكل وعدد عناصر طرق ترتيبها بهذا الشكل هي طريقة واحدة إذن عناصر الحادثة هي واحدة فقط اللي هو ترتيب اللي أمامنا وبالتالي الاحتمال حيكون واحد من أصل مئة وعشرين بهذا الشكل لكن في الفقرة بي قالك محتمل أن تكون العين اثنين في المكان المشار إليه بسهم على الرسم يعني قالك أن هنا يبغي يثبت الاثنين إذن هذه تعتبر إيش؟ تعتبر نقطة مرجعية نقطة مرجعية وبالتالي اللي راح يختلف معاي إيش؟ اللي راح يختلف معاي أنه في الحالة العامة حيكون عندك ستة فكتوريا وفي عناصر الحادثة إذا أنت ثبتت الاثنين كم عندك عنصر ممكن أن تتغير فيما بينهم عندك خمسة عناصر فبيكون عندك خمسة فكتوريا وبالتالي الاحتمال هيكون خمسة فكتوريا على ستة فكتوريا اللي هي تعطيك واحد على ستة فبالتالي إحنا نقول أن احتمال أن يكون عنصر اثنين في مكان السهم هو واحد من أصل ستة لأن مكان السهم يأيجي واحد يأيجي اثنين يأيجي ثلاثة يأيجي أربعة يأيجي خمسة يأيجي ستة فيكون الجواب واحد على ستة في هذا الشكل خلونا نشوف أيضا أسئلة من التحصيل أيضا قالك بكم طريقة يمكن أن يجلس خمسة أصدقاء حول طاولة مستديرة طبعا كونهم خمسة أصدقاء وحول طاولة مستديرة فبالتالي هيكون بدون نقطة مرجعية إذا يكون خمسة ناقص واحد فكتوريا إذن أربعة فكتوريا إذن الجواب هيكون كم؟ هيكون أربعة وعشرين والجواب الصحيح هو بي كذلك لو حبينا نشوف هنا قالك عدد الترتيبات التي يجلس بها أربعة أشخاص في حلقة دائرية بحيث أن يكون أكبرهم بجانب الباب لاحظنا هنا أعطاني اللي هو أكبرهم بجانب الباب إذن تبقى إذا صار الأكبر بجانب الباب إذن هذه تعتبر نقطة مرجعية تعتبر نقطة مرجعية وبالتالي رح نقول أن إذا كان عندي أكبرهم بجانب الباب إذن رح يصير عدد الخيارات الممكنة هي ثلاثة فكتوريا وبالتالي سيكون ثلاثة في أثنين في واحد اللي هي ستعطيني ستة وبالتالي الجواب الصحيح هو بي وبذلك أيها الأخوة الكرام والأخوات نكون وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وللحديث بقي أيضا في الدروس القادمة نلقاكم على خير دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته